إلى التفاصيل مجدداً أهلاً بكم أعلن وزير البشمرقة شوريش إسماعيل عن تعزيز الثقة بين القوات البشمرقة والجيش العراقي ومعالجة جزء كبير من التوترات القائمة بينهما داعياً رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان إلى فتح باب التجنيد بهدف تشجيد الدماء داخل المنظومة العسكرية في الإقليم مؤكداً في كلمة له خلال مراسم تخرج دورة من الضباط من كلية زاخل عسكرية بحضور رئيس الإقليم نشيرفان برزاني على مواصلة حملة الإصلاح في وزارة البشمرقة ومعالجة جزء كبير من التوترات مع الجيش العراقي والاتفاق مع وزارة الدفاع العراقية بشأن حصة البشمرقة في الكليات والمعاهد العسكرية ترجمة نانسي قنقر